أبو محمد من الشارقة يعني يقول لو أن شخص مثلا يشتري جهاز أو يشتري أي شيء محمول أو شيء من هذا القبيل وعليه شعار يعني يدل على يعني ديانات أخرى هل يجوز أبو محمد بارك الله فيك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع التصاليب التي على السجاد أو على الفرش ويمسحها عليه الصلاة والسلام طبعا اختلف العلماء في المقصود بالتصاليب قيل الصور الصور وقيل غير ذلك عموما بالنسبة للمسلم إذا كان عنده محمول أو عنده أي شيء وفيه شعار ديني فيه الشرك مثلا أو فيه شيء مضاد لعقيدة المسلم فإنه لا يجوز له كيف يحمل شيء فيه شعار يمثل إله لديانات أخرى لا يجوز له وإما أن يزيله إذا استطاع وإلا أن لا يقدم على شراء مثل هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر